اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والحين جاهزين للمرحلة الثانية ان نختبر الجهازين في وقت اعادة تشغيل الجهاز ومين يشتغل أسرع فنبدأ واحد اثنين ثلاثة يطول عادة اعادة تشغيل الجهاز لانك انك بتفصل الجهاز من الكهرباء لانك انتشغل من جديد فعادة ياخد وقت بس خلينا نشوف الوحوشة دولي مين يقدر يفوز في الجولة الثانية هنلاحظ ان البلايستيشن طلع علامة البلايستيشن حقته سبق الاكس بوكس دوبوبان واعطاك الانترو الجديد حقهم يمكن قليبين من بعض او نلاحظ ان البلايستيشن سيتفوق اتوقع ان البلايستيشن فور تفوق او البلايستيشن فور برو تفوق نعم نعم خلاص قد اشتغل الجهاز جاهز لاستخدام كل شيء بس ولكن متفوق البلايستيشن فور برو بمراحل على الاكس بوكس هل تلاحظ أن الاندهين الأكس بوكس لا يعمل، الاندهين جاهز ينتظر، ينتظر زيادة تووه اللي يعمل المرحلة الثانية البلاي سيشن 4 يتفوق على الأكس بوكس 1 اكس والآن نخش في التحدي الثالث اللي هو حطنا اثنين في وضع الإغلاق التام يعني كأنك فصلت من الكار بشبكت من جديد، فيأخذ وقت أطول في التشغيل الجهاز فجاهز ثلاثة، اثنين، واحد في واحد كان أسرع بجزء من الثاني، بس عادي ما تفرق مرة لأكي البلاي ستشن، أنا أتوقع أن البلاي ستشن هيتفوق هيتفوق البلاي ستشن لأنه الوضعية هذه نفس وضعية إعادة التشغيل أنه يطفي لك الجهاز بالكامل وإن يشتغل، لكن الأكس بوكس لاحظت أنه رجع بسرعة يعني يمكن في الأغلاق التام يمكن الأكس بوكس والله البلاي ستشن دخل، لا البلاي ستشن بلاي ستشن بلاي ستشن بلاي ستشن فور برو بصراحة تفوق تفوق في مرحلتين، وتفوق واضح وكبير بعد أن نخلص من هذا الاختبار، نختبر آخر اختبار نحط الجهازين على الوضع الاستعداد، بعد أن نشوف من يخش على اللعبة أسرع يعني خلاص كل الجهازين على وضع الاستعداد ونشوف من يشغل اللعبة أسرع انه خلاص على طول كمّل قائمك فلاحظنا انه يمكن نفس الفترة اللي أخذها الأكس بوكس في عادة تشغيل الجهاز هو نفسه في الإطفاء الكامل والحين الاختبار الأخير وهو اختبار سرعة تشغيل الإلعاب وراح نختبر لعبة Assassin's Creed Origin على الجهازين ونبدأ ثلاثة اثنين واحد شغلنا اللعبتين في نفس الوقت الأكس بوكس شوية متفوق في تشغيل اللعبة أيضاً في العرض الأول دخل في نضاء الرسالة الورنين والتحذير جابة البلاي ستيشن داخل ونشوف من أول جهاز يقدر على طول تلعب بالشخصية يعني راح نختار ملف تخزين كل الاثنين نفس الشيء في المهمة الأولى ونشوف أول واحد من يقدر يحرك الشخصية فالاثنين داخل متقاربين جداً يعني ما بينهم فرط بسيط الأكس بوكس داخل في الرسالة الثانية اللي هي حق التحذير للتخزين وصل للقائمة الرئيسية اللي هي قائمة البداية ضغطنا A الآن يريدنا القائمة الثانية البلاي ستيشن معلق على هذه الرسالة إلى الآن قاعد يسيب ويسوي لودنج أوه أوكي يتحرك الآن جاءت له رسالة التحذير على السيفينج اللي هو البلاي ستيشن الأكس بوكس خلاص يختار اللعبة وختار ملف التخزين والحين دخل في اللودنج حق المرحلة نفسها البلاي ستيشن دوب ويخش في القائمة الرئيسية اللي في البداية يختار اللعبة والتخزين بعدين كلهم دخلوا في اللودنج وأتوقع أن الأكس بوكس راح يتفوق في أنه أول واحد يقدر تحرك الشخصية نلاحظ أن الأكس بوكس الآن بدأت تحرك الشخصية وتلعب البلاي ستيشن لسا الآن قاعد في اللودنج سكريين راح ننتظر شوي لين لما يخش ونشوف الفطارق الزمني بعنو ينتظر زيادة حق الأكس بوكس لسا قد يلعب إذا دخل فيه فرق فرق مرة شاسة توقع البلاي ستيشن دخل اللعبة كما ترون كلهم دخلوا اللعبة ولكن في هذه الجولة تفوق كبير جدا 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 للأكس بوكس وان اكس وكذا نوصل إلى نهاية المقطع إن شاء الله أعجبكم المقطع والاختبار بين جهاز الأكس بوكس وان اكس والبلاي ستيشن فور برو الأكس بوكس وان اكس تفوق في مرحلتين والبلاي ستيشن فور برو أيضا تفوق في مرحلتين بلان نترككم في التعليقات وأيضا اكتبوا في التعليقات وش ودكم تشوفوا ما بين نختبر الجهازين في بعض الأمور يعني في الجودة الرسوم في الفور كي أو أيضا في تشغيل بعض الألعاب الثانية أو أي حاجة أو سرعة أي شيء يكتبوا لنا يمكننا نختبر لكم الجهازين قدامكم في أي حاجة إذا عجبكم المقطع لا تنسى تضغط على زر اللايك وأيضا اكتبوا في الكومنت عن رأيكم إذا تفاجعتوا في بعض الأشياء أن البلاي ستيشن تشتغل أسرع من الأكس بوكس أو الأكس بوكس تشغل اللعبة أسرع إذا تكتبوا في الكومنت أنه في أشياء تفاجعتوا من هذا الفيديو إذا تنسوا الاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته